اشتركوا في القناة ومعرضوا الأحزاب ولأنهم تحالفوا مع الأعراب ضد المسلمين حتى أصبحت خيبر ملجأ وملاذ لمدبر الفتن ضد المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أنهم يستعدوا فكانت خيبر مكولة من حصون منيعة عليها عمل اليهود على تحصينها وحمايتها وصل رسول وجيش المسلمين إلى خيبر فجأة فالتجى أهلها للحصون خافينة وأغلقوا عليهم الأبواب وأمام حصونهم منيعة ارتدت أول كتيبة اللي كان بيقودها سيدنا وبك وفي اليوم الثاني ارتدت كتيبة سيدنا عمر فلم يزع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم كلمة للتفاول وقال لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فسيدنا عمر بن خطاب قال ما تمنيت الإمارة قط إلا ذلك اليوم رجاء أن أكون من يحبه الله ورسوله أصبح الصباح وأقبر المسلمون على رسوله وسلم وكلهم شوق إلى معرفة الرجل الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه فنادى حين ذلك على سيدنا علي وكان به رمد بعينه رمد فمسح النبي صلى الله عليه فشفيت بإذن الله وعطاه الراية طبعا سيدنا علي أخذ الراية وتقدم نحو الحصن ومام باب الحصن نادى أنا علي بن أبي طالب فخرج عليه فرسان خيبر وتلقى علي ضربة قوية لم تصبه ورأى نفسه يواجه فرقة مسلحة من حرس الحصن فصاح علي والذي نفس بيده لأذوقن ما ذاق حمزة أو لا يفتحن الله لي واندفع علي نحو باب الحصن ولا يدري الناس عندها ماذا حدث وكل ما يذكرونه أن علي صاح الله أكبر والحصن مفتوح بين أديه وصدقت نبوءة رسول السلام فيما قال لابن عمه وحمرة خذ الراية فانضي حيث يفتح الله عليك انقضى علي رضي الله عنه على الحصن وعرت أصواته من شرفاته وقال الله أكبر خربت خيبر وهرب اليهود خيبر من حصن إلى حصن حتى ضاق عليهم الخناق وطلبوا السلحة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يظلوا في أرضهم ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمار وهم يأخذون النصف الباقي فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبذلك انكثرت شوكتهم وضعفت قوتهم التي كانوا هددون المسلمون بها وانصرون بها عداء الله طيب هنتكلم بقى عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب يا جماعة هو طبعا ابن عمبي النبي صلى الله عليه وسلم ولمواقف كثير في التضحية من أهمها نومه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة وكان ذلك لرد الأمانات وحتى يظن المشركون أن الرسول ما ذال نائما طبعا سيدنا علي بن أبي طالب من أشجع الشجعان حضر جميع الغزوات ولم تخلف إلا عن غزو التبوك وذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يظل في المدينة ويدفع عن الضعفاء وكان علي بن أبي طالب معينا ومساعدا لخلفاء الثلاثة الذين سوقوه طبعا سيدنا علي بن أبي طالب عرف بزهده وكرمه وهو أول من أبلغ المسلمين بعد رسول السلام وأكثرهم فهما لمسائل الدين وتشريع لقربهم من رسول السلام علي بن أبي طالب تولى الخلافة بعد مقتر عثمان بن عفان واستمر خلافته خمس سنوات لم يسترح فيها أبدا وذلك لانقسام المسلمين وحربهم ضد بعضهم البعض قتل الخليفة العظيم علي بن أبي طالب رضا الله عنه بيد أحد الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم سنة 40 هجرية وبكده نكون انتهينا من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله